اشتركوا في القناة المحور الرابع اللي هو المحور التاني في الترم التاني احنا عارفين ان في الترم الاول فيه عندنا المحور الاول والتاني والترم التاني عندنا المحور التالت والرابع اخدنا المحور التالت كله وحلينا عليه كمان امتحانات وحلينا امتحانات خاصة بشهر مارس النهاردة هنبتدي نشرح المحور الرابع وهناخد اول ثلاث دروس فيه المحور الرابع اسمه مشروعات برمجية زي ما احنا متعودين يكون معانا كتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نزاكر منه ويلا نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم المحور الرابع مشروعات برمجية المحور ده جميل جدا بتكلم عن بعض المشروعات البرمجية اللي بتخدم البشر والبني قدمين في مختلف دول العالم وهنتكلم عن ده بالتفصيل بشكل اكتر وهنتكلم كمان مين الناس اللي ممكن يكونوا عملوا بعض المشروعات البرمجية اللي احنا هنتكلم عنها الدرس الاول اسمه المستكشف النشط الدرس الاول بنتكلم فيه عن واحد خبير من خبراء تقنية المعلومات اسمه جوتام شا جوتام شا ده راجل من علماء ومن خبراء تقنية المعلومات هو اسس منظمة كبيرة اسمها انترنت اوف اليفنت انترنت اوف اليفنت المنظمة دي قامت وطورت وابتكرت بعض الادوات الرقمية وعملت برامج والعاب على التليفونات بتساعد الناس وبتعزز العلاقة بين الناس وبن الحياة البرية زي ما تقول كده انت تقدر تدخل على الالعاب بتاعته وتشوفها على الموبايل بتاعك وتخليك تشوف كل حيوان من الحيوانات حياته شكلها عامل ازاي وطبعا ده بشكل افتراضي بصور واضحة جدا وجودتها عالية جدا والبيئة اللي هو عايش فيها شكلها عامل ازاي فتحس كأنك ان انت موجود مع الحيوان ده في البيئة بتاعته وكأنك موجود معاه في الحياة البرية بتاعته طبعا دي اسمها تقنية الواقع المعزز اللي هي بتستخدم طبعا صور وفيديوهات ذات جودة عالية جدا ومؤثرات بصرية وسماعية جودتها عالية جدا بحيث ان المستخدم يحس ان هو موجود بشكل كامل جوا المكان اللي هو بيشوفه وبيتفرج عليه ودي اسمها تقنية الواقع المعزز زي ما قلنا من شوية تعالوا نشوف ملخص الدرس الاول مع بعض طبعا الدرس الاول المستكشف النشط جوتام شا مؤسس منظمة انترنت أوف أليفنت وهي منظمة تستخدم ادوات تكنولوجية حديثة لتعزيز العلاقة بين الانسان والحياة البرية حول العالم وحماية الحيوانات حول العالم قام بتصميم ألعاب تليفونية حيث تسمح لك برؤية الحيوانات وقصة كل حيوان وبيئته اللي بيعيش فيها ولكن بشكل افتراضي من خلال تقنية تعرف بالواقع المعزز اللي احنا قلنا عليها دي اللي بتقليك تشوف صور وفيديوهات خاصة بالبيئة الخاصة بكل حيوان والحياة البرية اللي هو موجود فيها جودتها عالية جدا بحيث ان انت تحس ان انت موجود معاه في المكان ده بشكل افتراضي من غير ما تروح البيئة دي ومن غير ما تكون مع الحيوان فعلا لكن انت بتشوف الفيديوهات والالعاب والصور اللي هم عاملينها وبيبقى فيه منها كمان حاجات سلسية الابعاد تقدر تتحرك في البيئة دي الخاصة بكل حيوان كأنك موجود في المكان فعلا وتكون شايف كل حاجة وكل التفاصيل فبدي اسمها تقنية الواقع المعزز الراجل ده كان خبير في مجال تقنية المعلومات زي ما قلنا كان شغال في امريكا وفي الهند وفي الارجنتين استقال من عمله سنة 2014 وبدأ في البحث عن طرق الاستخدام التكنولوجيا للحفاظ على الحياة البرية دي صورة جوتام شا العالم والخدير اللي احنا بنكلم عنه في الدرس الاول نروح للدرس التاني ويهو مهارات حل المشكلات مهارات حل المشكلات يعني ايه مشكلة؟ المشكلة هي حاجة انت عايز تعملها او مشكلة بتواجهك يعني هي هدف انت عايز توصله او مشكلة بتواجهك لو انت مثلا عايز تنظم رحلة مدرسية في الفصل عندك مع اصحابك تحت رعاية المدرسة مثلا دي تعتبر مشكلة او هدف ليه؟ لان انت بتبقى عايز توصل للهدف ده او لحل المشكلة اللي بتواجهك دي ان انت بتنظمها بشكل سليم من غير ما يحصل اي اخطاء فدي تعتبر مشكلة او هدف بتواجهك وانت عايز تحلها وتنظمها بشكل سليم المشكلة دي لو احنا مثلا بنكلم عن رحلة مدرسية انت اول حاجة عايز تعرفها مثلا هتروحوا فين؟ المكان اللي انتو هتروحوه فمثلا انت ممكن تفترض ان مجموعة اماكن وتسأل اصحابك المكان اللي هما بيفضلوا يروحوه من كل المجموعة دي واكتر مكان هيختاروا الاغلبية المجموعة الاكتر يعني هتاخدوا بعضك وكلكم وتنظموا له الرحلة هنا احنا افترضنا فرضية اللي هي ان انت افترضت مجموعة اماكن وديت لهم الاختيارات وهم اختاروا المكان اللي هما شايفينه انسب ليهم يبقى اول حاجة في خطوات حل المشكلة بناء الفرضية ان انت تفترض او تخمن حل علمي او تخنين علمي حول كيفية حدوث الاشياء وهي للاجابة عن سؤالك زي ما قلنا افترضنا مجموعة اماكن لاصحابنا وهم يختاروا المكان الانسب ليهم تاني حاجة اختبر فرضيتك تاني حاجة لازم تختبر فرضيتك ان احنا زي ما قلنا وضحنا الاختيارات بالنسبة لهم وشفنا هل يطرى في مكان حاز رضاهم ولا لا من الاماكن اللي احنا قلنا عليها فده يعتبر اختبار للفرضية بتاعتك بس هنا بيقولك ما تنجس اي اختبار يعرضك للخطر ممكن واحد يختار فرضية فيها بعض الاخطار طبعا ده غير مطلوب وغير مستحب احنا بنتكلم على حاجات حلها بسيط وما فيهوش اي خطر تالت حاجة هل نجح اختبارك انت هل يطرى اختبارك للفرضية نجح ولا لا لو اصحابك فعلا لقوا مكان من الاماكن اللي انت قلتها كويس وجميل وتقدروا تطلعوا الرحلة لي ولا لا هل يطرى قدرت توصل لحل ولا لا وماذا تعلمت ماذا تعلمت ايه طبعا لازم تكون عارف ان انت تعلمت ان اول حاجة في حل المشكلة ان احنا نفترض يحل من الحلول في عقلنا ونشوف هل يطرى الحل ده بس ما يكونش حل طبعا زي ما قلنا بيعرضك للخطر يطرى حل مناسب ولا لا ونبتدي نختبره بشكل مايعرضناش للخطر ثاني طريقة من طرق حل المشاكل ان احنا نقسم المشكلة لاجزاء صغيرة اجزاء صغيرة بحيث ان كل جزء يعتبر مشكلة بسيطة او حاجة بسيطة بتواجهنا فبالتالي لما نقسم المشكلة لاجزاء صغيرة حيخلي المشكلة حلها اسهل واسرع فبيقولك هنا ان انت تقسم المشكلة الى اجزاء صغيرة وحلها تدرجيا للوصول للحل النهائي للمشكلة مثلا زي ما قلنا تنظيم رحلة معينة للفصل اول حاجة لازم تقرر وجهة الرحلة زي ما قلنا مثلا هو هنا اختار الاهرامات ممكن نختار الاهرامات واصحابنا اختاروا الاهرامات معنا خلاص هنطلع الاهرامات تاني مشكلة ممكن تكون بتواجهنا في تنظيم الرحلة دي ايه عايزين نحدد توقيت الرحلة تالت حاجة ممكن تواجهنا برضو في الرحلة دي ايه حاليا ترى كام تكلفة الرحلة لكل طالب لازم نسأل عن تكلفة الرحلة لكل طالب علشان نقدر ننظمها بشكل ناجح رابع حاجة لازم نسأل كيفية الوصول الى وجهة الرحلة ازاي هنروح الاهرامات هنركب ايه هنمشي ازاي خامس حاجة ممكن توجهنا برضو لازم ايه هي الاغراض المصاحبة لكل طالب بالرحلة الطلاب هياخدوا معهم ايه وهما رايحين هياخدوا معهم اكلة هياخدوا معهم شرب هل يطرى المكان اللي احنا رايحينه ده مصرح فيه بالاكل والشرب ولا لأ سادس حاجة برضو ممكن توجهنا قائمة بالقواعد المطلوب اتباعها اثناء الرحلة هل يطرى المكان اللي احنا رايحينه ده لازم يكون فيه قواعد معينة نتباعها ولا لا غير القواعد الاساسية للرحلة ان احنا نبقى كلنا مع بعض محدش يبعد عن اصدقاء في الرحلة علشان محدش يتوه مننا او يبعد عننا فدي لازم يكون فيه قواعد مطلوب اتباعها اثناء الرحلة يبقى هنا احنا قسمنا المشكلة الكبيرة اللي هي عمل الرحلة المدرسية دي ليه اجزاء صغيرة كل جزء منهم بنجاوب على سؤال فيه او بنحل او بنوصل لهدف معين فيه وبالتالي هنقدر نحل المشكلة الكبيرة او نحقق الهدف الكبير ان احنا نعمل الرحلة بشكل ناجح فهنا بيقول لنا عند تقسيم المشكلة الى اجزاء صغيرة تكون لديك اهداف صغيرة ومرتبة تسهل عليك حل اي مشكلة طبعا يا اصحابي الكلام اللي احنا بنقوله ده مش حفظ خالص انا عايزك تكون فاهم احنا بنقول ايه ولما نيجي بقى نحل الاسئلة مع بعض نشوف الاجابات والاسئلة بيكون شكلها عامل ازاي طول ما انت فاهم هتلاقي الموضوع سهل جدا 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 فلازم واهم حاجة ان احنا نكون فاهمين بالنسبة لمنهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعالوا نروح للدرس الثالث مع بعض ونشوف بيكلم عن ايه الدرس الثالث بيكلمنا عن حاجة اسمها تقديم المعلومات ازاي انا اقدم معلومات مثلا لو انا في الفصل او في الكلاسروم بتاعي وعايز مثلا اقدم بعض المعلومات لازملائي في الفصل او للمعلم بتاعي ازاي هنقدمها باستخدام ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فانا بيوضح لك ازاي ممكن تستخدم ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أن أنت تقدم المعلومات بتاعتك فيه طبعا بعض البرامج أهمها المايكروسوفت أوفيس واللي هو مايكروسوفت 365 365 ده بيحتوي على بعض البرامج هنتكلم عنها البرامج دي بتقدر تحط فيها المعلومات بتاعتك سواء كانت معلومات مكتوبة أو فيديوهات أو صور وتقدر تشغلها على الكمبيوتر وتعرضها قدام الناس اللي أنت بتعرضها قدامهم بشكل جميل ومبهر تخليهم يستمتعوا وهم بيشوفوا العرض التقديمي الخاص بالمعلومات بتاعتك فهنا بيقول لنا ما هي الأدوات الرقمية التي تستخدم لتقديم معرض المعلومات طبعا لتصنيم ملسق أو لوحة إعلانية لعرض المعلومات الخاصة بيك لو أنت تعمل ملسق أو لوحة إعلانية يجب عليك استخدام برنامج مايكروسوفت 365 أو 365 لأنه يحتوي على برامج مميزة مثل معالج الكلمات اللي هو المايكروسوفت وورد برنامج الورد برنامج العروض التقديمية اللي هو الباور بوينت الباور بوينت أو برنامج عروض تقديمية بنحط فيه المعلومات ونبتنين نقلبها ونعرضها للناس ويستمتعوا وهم بيشوفوا المعلومات بتاعتنا وفيه برنامج كمان للنشر المكتبي اسمه Publisher Publisher أو برنامج النشر المكتبي طبعاً المفاهيم الرقمية اللي بنحتاجها عند تصميم ملسق أو إعلان لو إحنا بنعمل ملسق أو إعلان لازم نكون عارفين يعني إيه هوامش الهوامش دي أصحابي المساحة الصغيرة اللي في الجنب بتاع الكلام بتاعنا زي ما أنت شايف الشاشة قدامك فيه مساحة فاضية هنا وفيه مساحة فاضية وفيه مساحة فاضية هنا بعد آخر كل كلمة مكتوبة وفوق كمان في أول الصفحة وفي آخر الصفحة من تحت دي اسمها الهوامش المساحة الفاضية اللي موجودة على حروف الصفحة اللي احنا بنعرض فيها معلوماتنا لازم يكون فيه هوامش ولو مساحتها صغيرة 2.5 سنتي علشان خاطر اللي بيشوف الكلام وإحنا بنقدمه ما يحسش أن الكلام مقتز وكبير قدامه ما يعرفش يقرأه أو يحس أن هو كتير مش هيقدر يقرأه ويخلصه فدي أول حاجة الهوامش تاني حاجة نوع الخط وحجمه لازم نختار نوع مناسب للخط وحجمه مناسب كمان الألوان لازم الألوان تكون زهية وتكون جميلة علشان اللي بيقرأ المكلام اللي احنا كتبينه يحس أن هو شيق ده وجميل ويجذب انتباهه وكمان الصور لازم الصور اللي احنا حطين في الملصق أو الإعلان التجاري بتاعنا ده صور وتكون واضحة كده علشان خاطر اللي يشوف الأعلان يحس أنه هو جميل وشيق وجذاب ويقدر يتفرج عليه ويشوفه للآخر فهنا أول حاجة بيكلمك عن الهوامش بيقولك الهوامش هي مقدار المساحة بين أطراف ومحتوى الملصق أو الأعلان المساحة اللي موجودة بين الأطراف اللي هي على أطراف الصفحة زي ما قلنا والمحتوى اللي موجود في الملصق أو الإعلان التجاري زي مثلا الصفحة اللي انت بتقراها دلوقتي معيها فيه هنا الأطراف فاضية دي اسمعها الهوامش فالمساحة اللي بين الأطراف والمحتوى بتاع الملصق دي الهوامش بيقولك من المهم ترك مساحة فارغة مناسبة حوالي 25 ملي متر اللي هي 2.5 سنتي يعني حتى لا يظهر الملصق مقتز وغير منظم دي الهوامش طيب بالنسبة لنوع الخط وحجمه باختيار نوع خط بسيط يسهل قراءته الخط اللي احنا بنختاره يكونه خط بسيط زي اللي احنا شايفينه كده مكتوب قدامنا به ويسهل قراءته بالنسبة لكل الناس وحجم الخط حجم لازم يكون مناسب للجميع ليس صغيراً ما يكونش صغير أوي فيصعب قراءته وليس كبيراً فتضطر لاختصار المعلومات اللي انت بتكتبها يكون حجم مناسب متوسط كده لا صغير أوي ولا كبير أوي الألوان الألوان لازم تستخدم ألواناً ذاهية ومتناسقة للخط وللخلفية لو الخلفية عندك لها لون معين لازم الألوان تكون ذاهية ومتناسقة ومناسبة للخلفية الموجودة وراء الخط اللي انت كتبه ويفضل عدم استخدام أكثر من ثلاثة ألوان رابع حاجة الصور الصور طبعاً يجب استخدام صور ذات جودة عالية وواضحة ومناسبة للموضوع اللي انت عمله أعلان أو ملصق بكده نكون شرحنا أول ثلاث دروس في المحور الرابع أتمنى أن انت تكون استفدت من درس النهاردة لو أعجبك الدرس أعمل لايك أتمنى ألاقي ألف واحد استفاده أو ألف لايك تحت الفيديو الأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع وذائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة